بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خيري معلم الناس الخيرة اما بعد حياكم الله جميع على حبة الطلبة عدنا والعودو احمد واليوم نبدأ في درس جديد جديد ولا جديد يا باشا نعم درس جديد بعنوان اشباه الموصلات من مادة فيزياء التوجيهي طبعا دقيقة نتأكد تمام نية المية تكدر من شغلة التليفونية حلوان الان في هاد الدرس راح نعلم شو يعني اشباه الموصلات بعدين نتوسع في الموضوع نحكي شو مدار دراستهم شو بيهمونا شو بيفوضونا شو بدنا فيهم اصلا احنا احنا عايزين ايه هاي مادة جديدة ما كانتش موجودة في جيل الفين اربعة اواما قبل الفين ثلاثة والفين اثنين والفين اربعة ما اخدوها اصلا الجيل القديمة يعني اول جيل ياخدها ويتعامل معها هو جيل الفين وخمسة الحلو في الموضوع انه الكتاب متطرق الها حرفيا كما هي متوسع فيها ترى هاي المادة هي مادة سنة ثانية جامعة اسمها الكترونيكس ديفيس يعني الكترونيات جامعية موجودة في اول شابتر فيها زي كما يقال يعني مدخل للمادة هذا هو اول شابتر شي يعني ديوت شي يعني بي ان جي جانكشن وشي يعني الطبقات اللي موجودة في البي ان وشو بي طايب و ان طايب وهي الامور الان الامور سهلة جدا لنا العكسا والله جدا بسيطة المادة بس انا يعني بده افصل لك فيه عشان تكون فهم مية بالمية شو اللي بصير اول شي انت لما تيجي تبني عمارة معينة بتبلش باول طوبة هذه الطوبة هي اللبنة الاساسية للعمارة الان نفس الشي لما اجعل اي مادة شو اللبنة الاساسية للمادة اللي هي الظرة اذا الظرة هي وحدة البناء الاساسية لأي مادة في الكون هاي الظرة ممكن يكون فيها يعني نواة شوف هاي الظرة باختصار بسيط يكون فيها نواة وحوليها مدارات حوليها مدارات الان احنا عارفين انه النواة تضم بروتونات وايش يا استادي انيوترونات حول النواة هنالك الكترونات تسبح في مدارات يا عين عليكم اذا احنا عارفين ان الذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة داخلها نيترونات وداخلها بروتونات وتتكون من الكترونات تسبح في مدارات حول هذه النواة ممتاز تتوزع في مدارات اغلف المدار ممكن يكون يعني شوف اغلف الطاقة الغلاف ممكن يكون في اكتر من مدار طاقة انتو ذكرين انت عملتوا محا كنا نيجي نحكي تعال مدار الطاقة الاول مش مدار غلاف الطاقة الاول غلاف الطاقة الثاني غلاف الطاقة الثالث كيف كنا نصنفهم بالكيميا هذه التذكير سابق كنا نحكي مثلا المدار الأول S لاحظ أنه غلاف الطاقة ممكن أن يكون فيه مدار واحد ممكن أن يكون فيه أكثر من مدار غلاف الطاقة ممكن أن يكون فيه أو مستوى الطاقة ممكن أن يكون فيه مدار واحد ممكن أكثر من مدار مثلا مستوى الطاقة الأول فيه مدار بس اللي هو S مستوى الطاقة الثاني فيه مدارين S B مستوى الطاقة الثالث فيه ثلاث مدارات S B D فما يلي S B D F وهكذا الرابع فيه اربع مدارات وصلت فيه فرق بين المدار والغلافة او مستوى الطاقة هاي طبعا كيميا صف عشر الجماعة المش راجعين كيميا انا استاذ فيزيا مليش اناقب الكيميا بس بذكككم فيها الذرات عارفين انه فيه بروتونات فيه الكترونات فيه نيوترونات وعارفين انه الذرات يعني باختصار بسيط تحت وعاللكترونات توجد في الفراغ المحيط في النواة النواة ترتبط بهذه الالكترونات بطاقة ربط جذبيتها اكد يعني فيه طاقة جذب كهربائية في ميناتهم الان انت ما بتقدر تفكي الالكترون ما بيقدر يهرب الا فيه ضريبة بدي يتفحها بدي يكتسب طاقة معينة اكبر من الطاقة اللي رابطة فيها النواة هذا الكترون وقتها بيقدر يهرب جهين على الموضوع كله لا تخاف واحنا عارفين انه ايضا عدد البروتونات هو مساوي لعدد الالكترونات عدد البروتونات في النواة مساوي لعدد الالكترونات خارج النواة التي تسبح في المدارات ممتاز الان ما هو المقصود بالكترونات التكافى هذا سؤال منطقي يخطر في البال دائما شو قصدك بالكترونات التكافى انجدي ده انا اول مرة اسمع فيهم تعال نمسح اللوح وندردش حول الموضوع بدي ادردش حول مثلا الالمنيوم اللي عدد الزرد الـ 13 والنحاس اللي عدد الزرد الـ 32 ممتاز ما عمنا اي مشكلة عبدا الان كيف ممكن افصل الموضوع هو شوي انا ناسي كأنه عدد الزري للالمنيوم هسا شوف الالمنيوم 13 بس النحاس انا ناشي الناسي صراحة هسا شوف يا كبير لانه هذا جدول الدوري مش مطلوب للحفظ العدد الذري للنحاس نعم للنحاس 29 نعم النحاس 29 29 مش 32 النحاس انفضحنا قداما الجانب خلص 29 30 انا اعرف هذا الاشي بالدحكة سميزة عن مستويات الطاقة انا عرف اول مستوى الطاقة هنا اى اول مستوى الطاقة هنا ثانى مستوى الطاقة في مدارين ثلاث مستوى الطاقة في ثلاث مدارات الرابع مستوى الطاقة في اربع مدارات شوف انا اي شوف اي هى اساسية من ل نهاءها يالآكه الفى المادة بس عشان اوضحلك شيني انا ترى بقدر افوض clash يقول لك كرة لان هتتكافه وريح راسي فكرة بس بختصر الشر بس يعني بموت اذا ما وضحت الشغلة انا عارف انه هون اس هون اس بي هون اس بي دي هون اس بي دي اث ممتاز ترى نفس السيناريو احنا هون عارفين انه هاي اس هاي بي لا سوري سوري وين وين احنا عارفين انه هاي اس هاي اس بي نفس السيناريو هاي اس بي دي هي اس بي دي اف طبعا انا وضحت لكم في بداية الحصة انه منقدر نحكي هذا هو المستوى الطاقة الاول المنطقة هاي هي مستوى الطاقة الثالث المنطقة هاي هي مستوى الطاقة الثالث التي تضم مثل المنطقة هذه مستوى الطاقة الرابعة. ممتاز. الان ده اوزع الالكترونات انا عندي العدد الذخرى صح? نعم يا ستا limoon. خلاص الامور صارت فارطا. اذا عندي العدد الذhى 13. يعني انا عندي عدد الذرى 13. معنا تواصل اوزع. المدار اس يحتمل الالكترونات بيحتمل سته انكترونات. المدار دي يحتمل عشر الالكترونات وهكذا نشوف هاي واحد هاي اثنين ممتاز انا اظل معي قديش ظل معي 1 يعش يلا هاي واحد هاي اثنين طب واحد هاي اثنين هي ثلاث هاي اربعة هي خمسة هي ستة لاحظ معي واحد اثنين ثلاث اربعة وستة كديش عشرة حالين عشرة طيب اظل معي ثلاث ثلاث إلكترونات هاي واحد هاي اثنين فلا للأس ظل معي واحد وين حطيته عند البي طب عرفنا هاي الأمور آخر مدار شوف آخر مدار مش آخر غلاف طاقة آخر مدار اللي هو آخر خط قدش فيه إلكترون فيه واحد طب آخر غلاف أو مستوطاقة اللي هو الثالث قدش فيه ثلاث إلكترون ممتاز تعال شوف لي بالله نحاس راح تقول لي بكل بساطة هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة وهون ستة صح واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة صاروا عشرة كيف عرفت ستة واثنين واثنين هاي عشرة ظل معي هاي حساب تسع طعش بدي اوزحهم هاي واحد هاي اثنين هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة طب نجرب لسة أنا هيك عندي عشرة وثمانية صاح اللي هم اثنين وستة ثمانية وعشرة ثمانتاش لسة ضايل عندي طول عمر 11 باجي بكمل لسه واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هذا دية تسعة ليه قديش عشرة الكترونات بناءنا ع كنابك يا استاد معاد استوب انعد مع بعض واحد اتنين ثلاثة اربعة وستة هي عشرة وثنين وستة هي طمانطاش صح عشرة ثمانية طمانطاش وعشرة هي ثمانية وثنين ظل في واحد وين هيو ممتاز الامر ان نعمل مفارقة بسيطة خفيفة لطيفة يلا انا هيك اموري مية المية كم عدد الكترونات التكافؤ للألمنيوم وكم عدد الكترونات التكافؤ للنحاس هون الطالب فات بالحيط بقول لي كيف شوف ها ستتوزعتهم هاي كيميا يرجع لتأسيس كيميا اي استاد ويفهم شو اللي بصير الفكرة اني انا عندي اربع مدارات مش اربع مدارات اربع مستويات طاقة مستوي الطاقة الاول في مدار اس مستوي الطاقة ثاني في مدارين اس بي مستوي الطاقة ثالث فيه ثلاث مدارات اس بي دي مستوطاق الرابع SBDF معدن SBDF وهي القصص به منيش ال S يتسع الإلكترونين ال B يتسع 6 إلكترونات ال D يتسع عشر إلكترونات النظام يختلف من دولة لدولة من كتاب لكتاب من منهج لمنهج في منهج S B S B في منهج S S B S B معدن SBDF عاري أنا حبيت أمشي على هاي النظام هس عشان أوصل لك الفكرة المقصود بإلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الموجودة مش في آخر مدار ركز الموجودة الإلكترونات الحرة الموجودة في آخر مستوى طاقة آخر مستوى تعال معي بالله هون آخر مستوى طاقة للألمنيوم قديش فيه إلكترون آخر مستوى طاقة هو الثالث صح نعم مش مدار مستوى كامل الثالث فيه واحد اثنين ثلاث معناته عدد إلكترونات التكافؤ للألمنيوم قديش ثلاث آخر مستوى طاقة للنحاس قديش فيه إلكترون آخر مستوى طاقة للنحاس هو الرابع مكتاز في الكترون 1 معناته عدد التكافؤ لالنحاس قديش باه 4 كم عدد الكترونات التكافؤ لالكم الايليوم 8 للان الطالب يخطر في باله بايقولك و الله اللي هي يا استاذ معاد كانوا عدد الكترونات التكافؤ للالكم الايليوم اكترو من المحاس بايقولك تواسي لالكم ايدي ام حسن النحاس تعrooms 한국상 کا او حسن الماهم كنا عامليا ام انو ان المحاس الانو هكذا هو السبب لك ليس انا بجلوه لك ليش انا حددت عدد الالكترونات التكافة هصال 3 صح عدد الالكترونات التكافه لنحاس كمان 1. في قاعدة جديدة راح نعرفها انه عدد الالكترونات التكافه لأي مادة موصلة القلوبة تصنف 3 القصان شبه موصلة عازلة اقل من اربعة المواد شبه الموصلة اربعة فقط والمواد العازلة فوق الاربعة意思 عrels مهماano أنا قصدي 5,6 ,7 وطلة بهذا المعنى فكرت في الموضوع بقول والله يا أستاذ بدي أشوف عدد إلكترونات التكافؤ ليس له علاقة بفكرة أن المادة توصيلها أحسن ولا أسوأ لا! لا! لا دخلش لاحظ أنه النحاس توصيله أفضل من الألمنيوم رغم أنه الألمنيوم يمتلك ثلاثة إلكترونات التكافؤ السبب بكل بساطة إلكترون التكافؤ اللي خاص في النحاس وين موجود؟ في مدار الطاقة الرابع بينما الكترونات التكافؤ الخاصة في الألمنيوم موجودة في مدار الطاقة الثالث لاحظ ان النواة كل ما بعدنا عنها كل ما كان اسهل اني اقضي وافك طاقة الرابط اللي ربطتني في النواة ففرصة ان النحاس يهرب من النواة افضل من فرصة هروب الكترونات التكافؤ الخاصة بالألمنيوم ليش؟ لانه الكترونات التكافؤ الخاصة بالنحاس موجود في مدار رابع مدار بعيد عن النواة بينما إلكترونات التكافأ الموجودة في مدر قريب من النواة في المدار الثالث معناته أنا فرصة هروبي أفضل في النحاس من الألمنيوم معناته أنا توصيلي في النحاس أفضل من الألمنيوم يعني إلكترونات التكافأ معا Delha علاقة من توصيله أفضل أو من توصيله أسوأ شاهد المواد العازلة pregunta strategy في الب Eve الكلام التكافأ في هو Sand هال المواد العازلة بتوصل أفضل ولا لا لا فهذا إذا سنتحدث عادة جدا طيب فإذا إحنا هيك عرفنا شو يعني الكترونات التكافى اللي موجودة مش في آخر مدار زي الطلاب يروح بيقول لي بس واحد لا لا اللي موجودة في آخر مستوى طاقة آخر مستوى طاقة لا هون في آخر لسه يعين عليكم ممتازو عرفنا ليش رغم أنه عدد الكترونات التكافى للألمنيوم أكبر من النحاس ليش النحاس أفضل كتوصيل لأنه أبعد عن النواة موجود في مدار الكترونات التكافى موجودة في مستوى طاقة أبعد عن النوع فهي فرصة أنها تغرب أفضل الآن فهمنا هاي الفكرة ما عندنا أي مشكلة أستاذي 100% وفل شبع من وراء خلص الإلكترونات الحرة عشان تفهم شو الفرق بين الإلكترونات التكافأ وإلكترونات التوصيل في الطلاب يبين عجقوا إلكترونات التكافأ توصيل تكافأ توصيل عجقوا الدنيا الطلاب أنا بقولكم شو غصدي ارجع لي بالله للي قبل شوي تعال معي افهم الفكرة طيب بعد النطاق التكافأ مش قلت أنا في عندي نطاق التكافأ تمام مش قلت أنا هي عندي الألمنيوم عندي 13 عرض الزري حطت النطقات تمام اعتبر هي بدي نطاق التكافأ آخر شي يعني هو آخر نطاق طاقة صح لا لا قداش كان في 1 2 3 إلكترونات التكافأ في منطقة هون فاضية اسمها بندقب منطقة شوف أريد أن أفهمك كيف إلكترونات التكافأ 1 2 3 في منطقة هون فاضية اسمها بندقب منطقة تقع بين منطقة إلكترونات التكافأ تعال معمم يعني تقع بين نطاق التكافأ ونطاق إيش التوصيل هذه اللي بندقب أو اسمها بندقب إلكترونات هاي مش مطلوبة هاي بز معلومات عامة عشان تكون فاهم هاي المنطقة بتكون واسعة كثير في المواد العازلة وبتكون صغيرة كثير كثير في المواد الموسرى وبتكون شب يعني وسط في المواد شبها الموسرى فالفكرة أنت لما تيجي على مادة موسرى زي الألمنيوم والمنطقة هاي صغيرة اللي هي بين نطاق التكافأ والتوصيل معناته أنا فرصتي أن إلكترونات التكافأ تنتقل لمنطقة التوصيل وتوسط الكهرباء أفضل من لما تيجي على زي السيليكون السلك الرح تلاقي تطلق نطاق التكافأ شايف كيف رح تلاقي مسافة بعدين نطاق التوصيل البندقب في نطاق البندقب يعني المنطقة اللي بين التوصيل والتكافأ في المواد شبه الموسرى ساعتها ومساعتها أكبر من المنطقة اللي موجودة في المواد الموسرى التراف المواد الموسرى هي صغيرة جدا جدا لدرجة أنها تكاد تنعدين لما تيجي على مادة عازلة لما تيجي أنت على مادة عازلة مثلا هون هاي بدي أجي على مادة عازلة تمام رح تلاقي إنه هاي النطاق التكافأ وانت بتعرف المواد العازلة داي من عد الإلكترونات التكافأ زي ما حكينا بيكون أكبر من أربعة بتلاقي تطلق منطقة واسعة البندقب بعدين هاي النطاق إيش التوصيل فالإلكترونات التكافأ الصح إنها هي كثيرة موجودة في نطاقات تكافأ كثيرة لكن ما عندها طاقة إنها تمشي كل هاي المسافة عشان تصل لنطاق التوصيل وتوصل الكهرباء فلذلك مواد العازلة لا توصل الكهرباء لأنه المنطقة البندقب هاي أو البندقب أو القاب باند هيك إشي ناسي كبيرة بين نطاق التكافأ وبين نطاق التوصيل ترى المادة لا توصل الكهرباء إلا إذا كانت إلكتروناتها موجودة في إلكترونات إيش في نطاق التوصيل يعني مدام هي موجودة في الإلكتروناتك فالأمور ما بتوصل بس لما تكون موجودة في نطاق التوصيل فتعتبر إلكترونات توصيل بتوصل كهرباء أمورك تمام هاي المنطقة ترى في المواد المصر كيف بتكون بتلاقي هيك نطاق التكافؤ بتلاقي نطاق التوصيل هيك البند قبل بناته مصغيرة جدا 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 ففرصة التوصيل فيها كبيرة كثير إذن تعالوا إحنا خلصنا معلومات أساسية ونظرة عامة عن المادة بس هيك معرفة عامة كيف بعرف عدد الكترونات التكافؤ زي ما علامتك بشي من خاصية التوزيع الإلكتروني بتشوف أنت شو المادة الإلكترونات اللي موجودة فيه آخر مستوى طاقة هدي هي التكافؤ مش آخر مدار آخر مستوى الآن توصلنا في المواد إلى عازلة غزيلة أكيد عازلة شبه موصلة وموصلة عازلة مواد موصلة مواد شبه موصلة نشوف المواد العازلة إحنا حكينا أول إشي المواد العازلة هي مواد لا توصل الكهرباء ما بتوصل الكهرباء غير موصل الكهرباء طبعا أنا بصنف المواد من حيث قابلية لا توصل الكهرباء عازلة موصلة شبه موصلة المواد العازلة عدد إلكترونات التكافؤ فيها دائما أكثر من أربعة ممتاز زائد تكون مرتبطة بنواة المادة بقوة كهربائية كبيرة فبتلاقي عشان تقدر تفك إلكترونات التكافؤ اللي موجودين في المادة العازلة وتمشيهم كل البند قاب كابلة وتوديهم للنطاق التوصيل بدكتاخة كبيرة كثير وهي الإشي صعب ما بتقدر علينا وعناه في الوضع الستاندر الوضع الطبيعي شوف شو بقولك هون لديها عدد قليل من الإلكترونات الحرة مما يجعلها مادة عازلة يعني اللي بتلاقي كديش إلكترونات إلكترونات إشي بسيط جدا اللي وصل نطاق التوصيل ما بوصل الكهرباء فعليا غير كافي للتوصيل الكهرباء الآن المواد العازلة بالعادة توجد بصورة مركبات مش بصورة حرة مثلا تعال الألمنيوم هو عنصر حر ومادة موصلة النحاس هو عنصر حر ومادة موصلة الحديد هو عنصر حر ومادة موصلة الآن المواد العازلة بالعادة بتيجي بشكل مركبات اشهر مواد عازل المطاط المايكا والجزاز هدول اشهر المواد العازلة يعني ممكن اقول لك العازلة المنطقة اللي بين نطاق التوصيل و نطاق التكافؤة كبيرة كثير هاي في مادة الالكترونيكس ديفيز حكا عنها ما يميز المواد العازلة عدد الكترونات التكافؤ فيها اكبر من اربعة لا يسوى اربعة لا المواد شبه الموصل الذي يسوى اربعة بتلاقي في المواد العازلة خمسة زدتة سبعة ثمانية وطلع في العادة توجد على شكل مركبات انا قاعد بميز وبقارن حاليا ممتاز الان نشوف المواد شبه الموصلة طبعا انا اعطيتك مثال عمواد العازلة مطاط ومايكا وجزاز المواد شبه الموصلة هي مواد باختصار بسيطة عدد الكترونات بتكافؤ و قلها قديش اربعة طبعا اشهر مادتين في المواد شبه الموصلة انت بتعرفهم اشهر نوعين طبعا هاي بالعادة كمان بتكون عشكل قالني انا هاي بحكي انا مواد شبه الموصلة هايو المواد شبه الموصلة يعني هي مواد جاية بين منطقة الموصلة ومنطقة العازلة هي جاية بالنص لا هي موصلة ممتازة ولا هي عازلة هي جاي بالنص توصيلها اقل من مواد الموصلة وبتقدر تروس الكهرباء لكن مش بشكل ممتاز زي المواد الموصلة من الامثلة على المواد شبه الموسلة ال Alejكو عدد الا التكافئ للمواد شبه الموسلة هو 4 برود اكرر عدد الكترونات المواد شبه الموصلة هو اربع الكترونات تكافؤ انا مش حاطة الملاحظة هي غريبة ليش الاصل اني كنت كتبها لازم تكونها اي بالزبط هي لكل ذرة من ذرات السيليكون والجرمانيوم اربع الكترونات تكافؤ ممتاز معناش مشكلة الاان عرفت اي شعرش بالموصلة واو savings عدد الكترونات التكافؤ الآن المواد الموصلة بركزрейز و الصف جسد لا حوال م Understanding عدد الكترونات التكافؤى للمواد الموصلة اقل من اربعة 1 3 3 كما يعمل مقارن بين النحاس والألمنيوم النحاس تكافأ واحد ثلاثة التكافأ الآن هذه المواد الموصلة البند قب صغيرة جدا المواد العازلة كبيرة جدا هي المنطقة بين التكافأ والتوصيل يكون عند المواد الموصلة عدد كبير من الالكترونات الحرة مما يجعلها موصل جيد للتيار ممتاز بالعادة توجد المواد الموصلة على شكل عناصر مفرد زي ما حكينا جاب شوي مثل حديد ونحاسه في الضوء ألمنيوم وبطيخه فقوس طبعا هسا بدي احكيلك عن شغلة بسيطة بالنسبة لمن بالنسبة لعمه سيليكون وعمه جلمانيوم على ما اظن على ما اظن والعلم عند الله ان العدد الذري للسيليكون هو 14 تعالوا كالعادة الناس يجدش عدد الذري للسيليكون 14 نعم 14 طيب والعدد الذري للجرمانيوم عشان اثبت لك بس الجرمانيوم 32 خطر في بالي سؤال هسا عمش الجرمانيوم عدد الكترونيات التكافؤ له نفس عدد الكترونيات التكافؤ لسيليكون من افضل بالتوصيل يعني كيف يوجد فرق بالتوصيل بنا نفس عدد الكترونيات التكافؤ حكينا ما دخل حكينا ما دخل برودة كرير تعالوا ما نرى السبب يا جمعتي النطاق التوصيلي الأول النطاق الطاق الأول النطاق الثاني هي S B النطاق الطاق الثالث هي S B D والنطاق الطاق الرابع نطاق الطاق الأول النطاق الثاني هي S B النطاق الطاق الثالث S B D والنطاق الطاق الرابع S B D تراب يزبط هون الرابع بس ما راح أستخدمه أنا حطيت هون أربع نطاقات عشان عدد كبير للذري بلا تعالوا نشوف مع بعضنا ونبيز ونقال عندي أربعة عشر الكترون واحد ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حاليا عشرة أنا عارف أن هناك ثنين هاي ثنين هاي ستة إنتوا لما تعبيهم إثنين ستة عشرة نعرف الغسية التسعة ثنين ال B يتسع ستة ال D يتسع عشرة أنا وزعت هون ستة واثنين ثمانية واثنين عشرة ضيلي أربع هاي واحد اثنين فللت هذا المدار وهيا واحد اثنين هون خلص كم عدد الإلكترونات التكافؤهون أربعة طيب تعشوف لي بالله انجر مع اليوم واحد اثنين يلا واحد اثنين واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة الا 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 تعمل يلا ها اظلك ملن يوم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة ادي كيف مش دمني مش عارف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بلا شوي ثمانية واثنين هي عشرة هي ثنين ثنين وستة عشرة ممتاز هي الشي العشرة واثنين اطناش وستة هي ثمانطعش صار حاليا ثمان وعشرة ثمانية وعشرين ضيل قديش اربعة واحد اثنين واحد واثنين طيب ممتاز اذا قديش عادة القطرونات التكافه هون اربعة الآن عادة القطرونات التكافه الاجرماني من السرق المتساوي بس لاحظ توصيل الجرمانيوم افضل من توصيل السرقون طب ليه توصيل الجرمانيوم الكترونات التكافه الخاصة في الجرمانيوم موجودة في نطاق الطاقة الرابع هيو هذا الرابع انتبه مزبوط هاي نطاق التوصيل الاول نطاق الطاقة الاول الثاني الثالث الاصل هي الرابع الكترونات التكافه الخاصة في الجرمانيوم موجودة في مدار طاقة في مستوطاقة ابعد عن النواة طلع السرقون موجوده وين في الثالث لاحظ في الثالث هون لا هذا في موجود في الرابع بالجرمانيوم معناتها عندها فرصة انها تهرب من النواة بشكل افضل وبطاقة اقل معناتها هي توصيلها افضل الجرمانيوم من السرقون خلص شكرا لك يا تكرافيا الآن بس خلصت الموضوع عرفنا شيء عن مواد عازلة ولكترونات تكافه لاحظ اني انا بني ادم بهرف انه السيليكون لما اجي اوزع الكترونات التكافه اللي عليه رح الاقي انه في عنده الكترون تكافه واحد الكترون تكافه اثنين الكترون تكافه ثلاث الكترون تكافه اربعة ممكن انه السيليكون يكون رابطة تصاهمية مع اي ذرة مادة ثانية حسب شو عندها فانا ايجي عبالي اعمل روابط تصاهمية يعني هي روابط تصاهمية ممكن تكون يعني سنقل انها بس بتحط الكترون واحد من كل ذرة ممكن تكون دابل الكترونين من كل ذرة ممكن تكون تريبيل يعني حسب فهذا بديش احكي ان انواع الروابط التصاهمية التي تنشأ بين الذرات المواد بالشكل عام بتكون انها رابطة انه يعني رابطة الكترون من هاي الذرة من هنا اذا كانت رابط التسهمية واحدية بتكون رابطه الكترون من هنا الكترون من هنا بطاقة معين ما بتقدر تج Giveهم الا يعني تدفع طاقة حقها يعني يتقدم طاقة عشان تكسر sehenr a 900 اللي صار اني رحت جبت في نفس الوقت باللورة مش باللورة و ارحت جبت هون و ارحت جبت هون و ارحت جبت هون طبعا انتم عارفين كل ذرة سأراجinge ماذا فيه Virtual اللهizing سأحذر في اخر مستوى طاقة. عندها فرصة انها تهرب اكثر من الالكترونات القريبة من النواة. كل ما بعادة اللواة كان كل ما كانت فرصة الشيرنج مع هاي الالكترونات انها تهرب افضل. يعني دائما الشيرنج بالرابط التصويمية بصير مع الالكترونات اتكافع. وهي واحد وهي اثنين. وهي ثلاث. وهي اربعة. وهي واحد. وهي اثنين. وهي ثلاث. هاي اربعة. لاحظ معي هاي الشغلة انه ان اعملت هون رابطة تصاهمية واحد احدية. وهون عملت رابطة تصاهمية احدية. هون يعني احدية يعني الكترون من هاي الظرة والكترون من هاي الظرة. وهون نفس الشي. الان شايفين الظرة اللي بالنص هاي. هاي هاي المشكلجية. اللي هي ذرة تسركونا بالنص هاي. كم كونت رابطة? كونت اربع رابط تصاهمية. يعني هي شاركت كل الكترون تكافو الها مع اثن اقصى الممكن تكون واربع روابط تساهمية لاحظ معي الان لما كل ذرة من ذرات السيليكون ترتبط ب روابط تساهمية بكونوا عدة روابط تساهمية قلت لها عندي هيافورما هاي الشكل لاحظ انه ممكن تحط كمان ذرة نفس الشي هون عندها رائد يعني النكترون تعمل رابط تساهمية وتحط ذرة هون تعمل رابط تساهمية هون شفتو كيف صار فيين عندي هذا الشكل هيو. لاحظ انه كل ذرة سيليكون عملت اربع روابط صاهمية. يعني هي الذرة عملت رابط صاهمية واحد اتنين ثلاث اربعة. هي ذرة واحد اتنين ثلاث اربعة. هي ذرة واحد اتنين ثلاث اربعة. فانت هيك الله يعطيك العافية عملت اشي اسمه باللورة السيليكون. باللورة السيليكون. انه كل ذرة سيليكون عملت اربع روابط تصاهمية مع هذا درّالفوق وحاده تحت وعليمين أي صار تشكل عنه شي ما يسمونه التحدث باكiğiين ترتبط كل ذرّة الدقيقة التوقفين للhour مرّه ي 혹시 ستُعلموا توقف الريد التوقف犯 ها البني آدم عنده ذرة عمل رابط ساهمية مع الذرة اللي فوق ممتاز يعني الكترونات مشاركة في رابط التصاهمية نبي بتشارك دايما الكترونات التكافؤ عرفنا ش يعني باللاورا بسيلكون ممتاز ما عنا مشكلة الان الكترونات التكافؤ اللي موجودة في داخل الروابط التساهمية في البلاورا بتسيليكون هل بتأثروا في الحرارة عند الاسطاندرب أو عند الحرارة الغير الاسطاندرب anchAlcoins قد نص即 miche per mes! الآن بينا نشوف هذا الموضوع احنا هنا بيجي دورنا انه ندرس هذا الموضوع انه ما اثر درجة الحرارة على الكترونات التكافؤ اللي موجودة وعمل الشيرنج مع الروابط التصعيم يعني في داخل روابط التصاهمية في السليكون يعني هاي باللورة تصاهمية عندي هاي الضره عاملة اربع روابط التصاهمية هاي الضره عامله 1-2-3-4 زي ما انتشايفين شو بيحكي لك هذا البني ادم كيف تتأثر الكترونات التكافؤ بدرجة الحرارة بننشوف عند درجة حرارة السفر المطلق السفر المطلق ما لدينا أي مشكلة أستاذي اللي هي السفر المطلق اللي هي 273 سالب أتوقع اللي هي هاي أقصى إشي ممكن تعطي فيه طاقة أو تشع طاقة أو تقدم طاقة السفر المطلق مش السفر سلوسيوس ركز السفر المطلق مش السلوسيوس ركز مزبوط تكون جميع الإلكترونات التكافئة للسيليكون النقي النقي هذا اللي إنه ما أضاف له ولا أي مادة فقط سيليكون يعني باللورة سيليكون شو في جواته فقط ذرات سيليكون ما في ذرات برون أو ذرات أي مادة ثاني لا لا مقيدة نتيجة للروابط التساهمية ولا يجد الإلكترونات حرة كما هو مبينة في شكل هيا احنا عملنا هل باللورة هذا السيليكون والله عنده أربع الإلكترونات مقيد هون محبوس واحد وهون محبوس واحد وهون محبوس واحد هاي الظرة عندها أربع إلكترونات محبوس واحد هون محبوس واحد هون كله محبوس الجماعة كله محبيس ما شاء الله خرجين السجون هذا هنا عند السفر المطلق буدي احكي عند الظروف المايرية لإنتباط من درجة حرارة الغرفة الطبيعية 90 سالسيوس والله ايوгляд ما يمكن الأ Delaware من الطاقة beleza كان تإختبっちゃذا انت اعطيت الالكترونات طاقة حتى تكسر الرابط التصاهمية وتهرب شوف شو اللي صار تمتص بعض الالكترونات اللي موجودة داخل الرابط التصاهمية طاقة حرارية هذه الطاقة انت اذا متصيت طاقة انت هيك عضلاته زيك كأنك كسرت الرابط التصاهمية وبتحررت هربت وقتها بس تتحرر تكسر الرابط التصاهمية بسبب درجة حرارة اكتسبتها انت شو بنسميك انت الالكترون شو بنسميك إلكترونات التوصيل شكرا إلكم معناته أنت الله يعطيك العافية أنت كنت بالأول اسمك إلكترون تكافؤ مربوط في رابط التساهمية أكسبناك طاقة كسرت الرابط التساهمية سرت حر تقدر تهرب براحتك لأنه طاقة التوصيل وتوسع زي ما بدك هيك شو سمناك إلكترونات التوصيل هي الإلكترونات اللي هاربة من طاقة من الرابط التساهمية ممتاز ما لناش أي مشكلة طيب وضح ماذا يحدث عند مغادرة الإلكترون للرابط التساهمية هو تحرر شو اللي بدك يصير بالزبط اللي بدك يصير كالآتي عندما يغادر الإلكترون للرابط التساهمية يصبح إلكتروناً حراً ويغادر مكاني بيترك مكانه طب هو هساً لما يطلع مش هو طلع بدي يترك فراغ مكانه فجوة مكانه يطلق على هاي الفراغ اللي مكانه اسم حول أو فجوة حول أو فجوة نشوف مع بعضنا شو اللي بصير تعالوا معي عشان نفهم الموضوع مية بالمية ونكون امورنا فولا شمعنا وورا بدي افترض انا عندي ضرر سليكون هون. عند الكترون تكافى واحد. الكترون تكافى اثنين. الكترون تكافى ثلاث. الكترون تكافى اربعة. وهي سليكون. وبدي افترض هاي ضرر سليكون هون. نفس الشي. واحد. اثنين. ثلاث. اربعة. الان انت عارف انه في رابط تساهمية هون صح? ممتاز. بس انت عارف انه هذا كمان مع الدرس تركهم تحت عام الرابط تساهمية وهون عام الرابط تساهمية عارفين. في هون الكترون. خلينا اميزهم بالله. خلني اميز الكترون تكافى هيا اللي مرتبطة برابط تساهمية بلون ايش بلون احمر. الفكرة صارت درجة الحرارة عشرين سلسيس. الذي يحدث ان الكترونات اللي موجودة في رابط التساهمية. انت كسرت الرابط التساهمية. الان هذا الكترون شو بدي يصير فيه واحد من الكترونات بدي يهرب. يعني بدي يطلع يهرب. شو رح يطلق طلع كيف شكل الرابط التساهمية رح يصير. مش هيك الرابط التساهمية. مش فيه الكترون هون مش انت كسرتها. بيظل في هون هول فراغ. مكان هذا الكترون الهرب. بيصير فيه فجوة فراغ. مكان الكترون الهرب. هاد الكترون وش분 لما انكسرت الرابط التصاهمية بسبب درجة الحرارة معاه تقمد درجة الحرارة مرن كي رأيب بدFELIPE يللب از footage واحده تقمد مرضى الحرارة الإلكترون كان موجود داخل الحرارة ولمعاскомwegs انكسرت هذه الرابطة وهرب الإلكترون بدل التكافأ في CocaLA فصبح هناك فجوة عندما يحدث نفس الوقت يصير طلع زي ما انت شايفين هرب الكترون شكلت فجوة هرب الكترون شكلت فجوة هرب الكترون شكلت فجوة واحدة هرب الكترونين تشكلت فجوتين هرب ثلاث الكترونات تشكلت ثلاث الكترون فجوات هرب عشر الكترونات تشكلت عشر فجوات فاحنا هون اتفقنا على اشي بسيط شو هو اتفقنا على انه عدد الالكترونات الهاربة الهاربة اللي صارت حرة هو نفس عدد الفجوات يا جماعة الخير فانت عندك خمس الكترونات هربوا اتكونوا خمس فجوات اوكي ما في مشكلة الان هذي الفجوة تبدو زي كأنها منطقة موجبة بتعرفوا ليش يعني منطقة كان فيها الكترون سالب هرب الكترون السالب ممتاز يعني زي كأنه فقد اشي سالب فاصبح منطقة موجبة شوف شو قصدي تبدو الفجوة وكأنها شحنة موجبة نتيجة النقصان في الشحنة السالبة الكلية على الذرة لما هو ترك موقع وترك مكان الرابط الساهمية انت زي كأنك بالبداية هو كان متعادل لما زي كأنك انت نقصت الشحنة السالبة فصار الاشي الموجب اكتر فصارت دائما احنا بنرمز في البلورة وفي كل تعاملنا في هذا الدرس الهول اللي هي الفجوات ترمز للاشي الموجب والالكترونات اللي هي التكافأ واللي صارت حرة ترمز للاشي السالب بعبلوطة فاذا احنا هنعرفنا عدد الالكترونات الحرة اللي هربت يساوي عدد الفجوات اللي ظلت واللي هي فجوات تعتبر انا اعتقدها رمزيا اشي موجب لانه كان فيه الالكترون سالب فقدت هذا الالكترون السالب يعني الاشي السالب فقد معناته شو صارت صارت هي موجبة بالمعنى الحرفي اكدنا على هذا الموضوع انه يكون عدد الفجوات مساوي لعدد الالكترونات التوصيل ركز مش لعدد الالكترونات التكافأ غلط مش التكافأ غلط تعال معي تكافأ مليش علاقة عدد الالكترونات التوصيل مساوي لعدد الفجوات ممكن يهرب 100 الالكترون توصيل معناته عندك 100 فجوة ما دخل عدد الالكترونات التكافأ الله يرضى عنكم شو بقولك هون في باللورة تسليكون هذا الحكي النقية وبرد كرر النقية لانه لقدام رح ناخد باللورة تسليكون مش نقية وهيك انت صار في عندك شي يسمى يكindet يعني الزوج يلكترون فجوة يعني ان كل الالكترون بيكون فجوة لم يطلع يكن الل requires هنبلش بالاشابه. رح نعرف ش يعني اشبه المصرات من النوع positive type و negative type. مع دين رح نعرف ش كيف بيسير عنا عملية الدوبينج انك تضيف ذرة معينة لبلورة السيليكون سواء انك تضيف ذرة خمسية التكافية يعني عنده خمسة الكترون التكافية او ثلاثية التكافية جيين 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 نسا مستجنين. ملحقين على الهم. احنا مبدئين قادين نظرة عامة يعني منلخص النقاط. منلخص انه بس هرب الكترون صار الكترون توصيل صار في عنده فجوة. الان ورح كيف تسهم الفجوات في التوصيل الكهربائي. انا فاهمكم كيف? القي نظرة بسيطة. لاحظ معي انت عشان تفهم الفكرة. في الكترون هون هرم. ممتاز. صار حر. كون فجوة. هاي الفجوة تضلها بامان الله لا. اعوضوا بالله. لازم يجي الكترون يعوض يخذها. يعني يبعد فيها. فالالكترون اللي موجود في الظرة الماضي اللي قبلها. ايجا وين نزل? ركز مزبوط. هذا الالكترون والنزل ايجي هون عبى الفجوة. الان هذا الالكترون اللي ايجي هون عبى الفجوة صار مكانه فاضي. ممتاز. يعني شوف كيف? ايجي الكترون اللي قبله عبى فجوة هذا المكان الفاضي. ممتاز. فهون صار في ايشي فاضي. ايجي الكترون قبله عبه. انتم لاحظين اشي? الالكترونات قاعدة بتمشي كيف? كان قاعدة بتمشي. قاعدة اتشكلت فجوة? اتعبت. اتشكلت فجوة? الفجوات قاعدة كيف تمشي? كأنه بتتكون فجوات بهذا الشكل. فاحنا سرنا نتعامل هيك شو نحكي يا معلم? سرنا نحكي تبدو الفجوات وكأنها عبارة عن شو احنا موجبة بتتحرك بعكس التيار الالكتروني. يعني انت شايف الالكترونات ماشي زي هيك نحو اليمين والهول ماشيات نحو اليسار او بيتكون او بينشاء نحو اليسار فصف زيك انك بتتعامل مع انت مع في اشي حقيقي اللي هو الالكتروني اللي هو نحو اليمين كمثال بسيط في مثالي هذا والهول اللي هي الشحنات الموجبة لوين? نحو اليسار زي ما انت شايفين تتكونوا فصار الهول هو التيار الاصطلاحي شوفوا كيف? وعليه يمكن افتراض ان الفجوات عبارة عن تيار كهربائي يسري بعكس اتجاه حركة الالكترونات. يعني بقدر افترض الحركة الشحنات الموجبة اللي هي الهول هو التيار الاصطلاحي وهو يكون بعكس حركة الالكترونات اللي هو التيار الحقيقي. ركزه مزبوط. نكرر المعلوم عشان تفهمه. تعالوا. كان في عندي الالكترون هون هرب. صار في فجوة. الان الالكترون اللي موجود هون ترك مكانه عشان يعبي هاي الفجوة. معناه تشكلت فجوة صح? الالكترون موجود هون ايجي هون عباها تشكلت فجوة هون. طلع كيف الفجوات بتشكل? يعني قاعدة بتشكل هيك. قاعدة بتشكل هيك الفجوات. هاي الهول. والالكترونات كيف تمشي? يعني بمعنى عبلاتة. انه اذا الالكترون مشى هين احنا مشينا. اذا ولا الالكترون مشى هين احنا موقفين. يعني لو هذا مشى طلع كيف? لو هذا ترك فراغ. مش انا مشيت عبيته. الوراء بيمشي. اذا هذا ضلوا زي ما هو مكان ما مشى. الوراء بضلوا زي ما هم مكانهم. ما بيمشوا. فاحنا ملاحظين انه الهول بتتشكل لأيصار. الفراغات قاعدة تتكون على لأيصار. كل مرة. بيهرب الكترون لقدام. بيتشكل فراغ ليورها. بيهرب الكترون لقدام بيترك وراء فراغ.educ التي شيء من التطيع. esto فمعنى هذا الكلام سرت اعتبر حركة الالكترونات في بلورة السيليكون عنده نشوء الفراغات وهروب الالكترونات الحر في التوسيل عبارة عن تيار حقيقي وحركة هل او الفجوات التكوّل او نشوء الفجوات عبارة عن تيار اصطلاحي الى نفسه حركة الشحنات الموجبة اللخص كيف تسهم الفجوات في توصيل كارباق شوف كيف تسهم تسهم الفجوات في التوصيل كربائم مثل الإلكترونات التوصيل في حين تتكون فجوة نتيجة لإفلات الإلكترون عند كسر رابط الصهمية يصبح من السهل أن يأتي إلكترون وراه يأخذ مكان هاي الفجوة وهو يترك مكانه فجوة مش هو يترك مكانه فجوة اللي ورا الفجوة هاي يجي بيأخذ هاي الفجوة يعني يترك مكانه فجوة يعني قصة عويصة بتفوت البني أدم الحياة طالعا شو بقول لك هون يسهل انتقال إلى تلك الفجوة تارك الخلف فجوة جديدة ينتقل إليه الإلكترون من ذرة مجاورة وهكذا فكل ما يمشي إلكترون يهرب يتقدم خطوة الإلكترون الوراء بيأخذ مكانه الفجوة مش هو الإلكترون اللي هرب ترك مكانه فجوة اللي ورا إجي عبها هاي الفجوة تركه مكانه فجوة الفجوة هاي اللي تركها مكانه إجي اللي ورا الإلكترون عبها قصة عويصة اللي بتفوت البني أدم الحاطوة عليها لا لا هي سهلة إن شاء الله زي ما قلنا حرب الإلكترون ترك فجوة إجي هذا البني أدم عبها الفجوة هو ترك مكانه مكان فاضي إجي البني أدم اللي قبله عبها المكان الفاضي فتركه مكان يعني شو كيف إلا ما كان الفاضي قاعدة بتمشي هيكا الإلكترونات قاعدة كيف تمشي لقدام معني واحد بيمشي على مين واحد بيمشي عكسه على يسار بس ملخز القول إنه حركة الإلكترونات عكس حركة الفجوات بس عضلاتة إذن هيك منكون خلصنا فكرة الاكترونات والفجوات وشياني فجوة الحصة القادمة راح يملش باشي اسمه P-Type الله يسلام عليكم يعطيكم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته